موسيقى ونعيز أعضاء المكتب المفيدين والأعضاء في بيث الجميع باش يمشيوا فحة المصار التي تيهم وقوة لهم وصفة بقاولات الإعلامية المعارية والصحفيين العملين في البقاولات الإعلامية صحيح؟ المصار والطالب ونقلنا جمعا من الساعة ونقلنا جمعا من التعديد ولكن في الوقت ونقلنا جمعا من جهات مهمة سواء أعطاء وزراحة في الحكومة أو نصدع القلب في البلاد لنهمتهم ونهدفهم هو أنهم نشوفوا الصحات تثبتهم ونقلنا جميعا من أجل المستقبل ونقلنا جميعا من أجل النقاط من الأجل في العملين والطالب ما بين النقبة ومجلس وطني الصحفة وجمعية وطني الإعلام والنشرين من أجل الرفع من المقاولة الإعلامية وكذلك من أجل تحسين شروط الشغال الصحفيات والصحفيين في مغرب وهذا تطلب مجموعة من تحديات ووعين بالإكرهات التي تنتظرنا ولكن كنا آمن إن شاء الله لأننا نتغلب على كل الإكرهات من أجل وصول إلى الهدف المنشود وهو إخراج قانون يتمشى الطموحات لنا سواء الرفع من منسوب العمل الصحفي من خلال تطوير المقاولات الإعلامية ورفع من أجل صحفية وصحفيين وكذلك من خلال تنظيم والضبط الداتي للمهنة أولا والضبط المهنة متماهية مع متطلبات المجتمع لأن مجموعة من الأسئلة تؤرق هنا خصوصا انتقادات الحدى دي المجتمع طريق ممارسة الصحفة بالمغرب فهدفنا هو تقوية المقاولات الإعلامية والخروج من مأزق ديال تكاتور مجموعة من المنابر الإعلامية والتركيز على المقاولة الإعلامية في المقاولة الإعلامية هي القاطرة للرفع من منسوب الممارسة الإعلامية وهذا شيء تطلب جرأة وشجاعة وتضحية كبيرة ونقامنه بدوتنا ونكون في مستوى تطلعات ديال الفاعل السياسي التي يتمشى الآن مع متطلبات ديالنا ومع الرغبات ديالنا من أجل الوصول إلى صحفة على الأقل تعكس ما ينتظره منا المجتمع وما تتنظره منا الدولة وما ينتظره منا القطع الدعم للبقاولة الإعلامية هذا هو الذي نجحناه في إيجاد السيغة النهائية في العمق ديالها هو الرفع من الأجور الصحفيين والصحفية للترجمة من خلال التفاقية الجماية وما زال إن شاء الله في القريب العاجيل التفاقية الجماية اللي ستفرض على كل البقاولة الإعلامية وهنا فإنه نظره على تقوية المقاولة الإعلامية والمقاولة الإعلامية القوية هي المقاولة الإعلامية تضمن أجر مريح على الأقل البداية لديه السلف درهم شهرياً باسم المقاولة يكون المقاولة الإعلامية انفرض عليها توفر تغطية صحية وتتوفر التعميل وتتوفر لغوة خيط ديال الصحفي وتتشغل واحد عدد محدد من الصحفيين أي مقاولة إعلامية ما تتوفرش على هذه الشروط ولا مقادراش عجزات تتحقق هذه الشروط في حال ما ديش تدخل بعنا المنظومة ديال المقاولة الإعلامية القوية الحمد لله لقينا آدان صغية من طرف الوزارة الوصية وكذلك من سيد الوزير المتدف في المارياسي فوزي القجاع الهدف ديالهم هو أن يشوفوا احتهما إعلام قوي لأن احتهما تعيشوا إكرهات ديال أنهم عندما تكونوا في جوالات سواء في العالم العربي أو في العالم أو في القناة الأفريقية فتكون الإعلام الوطني شبه غائب فلهذا هو اللي خلال على أننا الحمد لله فهموا التحولات وفهموا الإكرهات التي تنعيشوا وفهموا أننا المستقبل للإعلام الوطني وهنا في غادي إن شاء الله الاتفاقية الثلاثية اللي غا تكون في القناة العاجل من أجل تنظيم حتى التدورات الرياضية اللي غا تكون سواء مع رئيس الجنال الأولمبياء أو رئيس الجامعة الملكية المغربية في قد القدم والوزارة الوصية من أجل إيجاد واحدة صيغة اللي تتماشى من أجل مصلحة القطاع ومصلحة ممارسة صحفية ومصلحة مقاولة الإعلامية اشتركوا في القناة